السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم ياريت اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد وضغط على لايك دعما منكم للقناة عشان القناة تكبر بكم وليكم النهاردة هنعمل مع بعض فنوس رمضان مش هيكلفنا اي حاجة يعني كل الحاجات دي متموجودة في البيت فابني معاكم اهوت حيقول لكم الحاجات اللي هي مطلوب ايوة حبيب السلام عليكم الاول ان شاء الله هنعمله فنوس رمضان اول حاجة الادوات اللي هنحتاجوها اول حاجة الخيط ثاني حاجة وراء عدد الوراء اللي هنجيبوه يعني يفضل ان يكون وراء ملون علشان الفنوس يطلع زاهي وكويس احنا دلوقتي معنا كان حوالي 24 وراءة من 20 ل 25 26 زي ما احنا عايزين بس ما يقلش عن 20 عشان يكون كويس ثاني تالت اداة معنا اللي هي المعص تمام؟ يعني خيط وراء ومقص ان شاء الله بالتلات ادوات البصد دول هنعمله فنوس رمضان اول خطوة هنعمله ان شاء الله هنجيبو الوراء كله اللي هو 24 وراءة بالشكل ده كده وهنطقوهم بالشكل ده كده تمام؟ كده يعني كله مع بعضه 24 وراءة نطقوهم بالشكل ده تمام كده ده اول حاجة تاني حاجة المعص اللي معانا هنقص جصتين واحدة فوج واحدة تحت يعني اللي فوج نكون سايبين مسلا حوالي خمسة سنط كده كده طيب الاول هنوجف الفيديو نقصه وبعدين احنا دلوقتي والوراء كله مع بعضه علمنا علامة كده تمام؟ لو الجطر علينا صعب بنفصل علشان الجطر يكون سهل هنفصل كده ونطقوهم كله شوية لوحده كده لحد قبل الاخر بحوالي سنط لحد قبل الاخر بحوالي سنط ونسيه تمام؟ بعد ما قطعنا كده نيجي لله هي الشوية التانين نقطعوهم نفس الجطر احنا طبعا فصلناهم علشان يكون ايه؟ يكونوا الجطعة سهلة علينا هنقطع لحد قبل نهاية الوراء بحوالي سنطي سيه تاني كده تمام؟ نحط الوراء كله على بعضه تاني الوراء هيكون بالشكل ده تمام؟ نيجي نقطع من تحت حوالي برضو نفس اللي سيبناه فوق هنا هنسيبه تحت كده نعمله علامة وبعدين نفصل الوراء علشان يكون الجطع معنا سهل نفصل الوراء كده اولي مثلا عشرة وعشرة برضو حوالي واحد سنطي كده منعيت الوراء ونجي هنا كده نفس اللي سيبناه هناك نسيبه هناك تمام ده بقى عندنا الوراء شوية كده هون شوية هنا كده الخطوة التانية بعد كده ان شاء الله الوراء هو بالشكل ده هنطووها هم حية الطوية تكون مزبوط اول طوية عندنا الناحية دي كده هنطووها كده ودي العكس بتاعها بالشكل ده طيب دي اللي في النص هنطوها كده ودي العكس بتاعها برضو واللي تحت هناك كده اليادي جعدة الفنوس ودي العكس بتاعها ده حية التانية كده عندنا الشكل البنائي الشكل بتاع الفنوس كده تمام ده الشكل اللي جبل ما هيكون ان شاء الله الفنوس تمام بعد مخلصنا الشكل ده اللي بعد كده ان شاء الله هنعمل عملية ايه فتحات في الفنوس هنعمل تلات فتحات علشان يدخل منه الخيط اول فتحة بتكون هنا تاني فتحة في النص تالت فتحة هنا ممكن يكون فتحتين بس بس الافضل يكونوا تلاتة علشان شكل الفنوس يكون ماسك بعضه اول فتحة هنعمل هنا كده لحد ما توصل للاخر لحد ما وصلت للاخر كده وحنا كده خلصنا الفتحة الاولانية فتحة بعد ما عملنا فتحة فوق وعملنا فتحة في النص وعملنا فتحة في الاخر كده تيجي الخطوة اللي بعد كده وهي ان احنا نفصل طبعا احنا كنا بنقول له عدد الورق حوالي اربعة وعشرون ورقة هنعدوا اتناشر ونفصلوهم نخليهم في الناحية التانية يعني ايه برضو هنشوفهم هنعدوا مص الورق الواحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اتناشر وهنص الورق مش كده يعني نص بالزبط بس اهو بالمبايمة كده نفصلوهم ونخلوهم عكس بعض نخلوهم ازاي عكس بعض يعني كده تمام خلوهم عكس بعض كده وندخل الورق وندخل الخيط وبعدين هنعمل الخطوة اللي بعد كده واحنا بندخل الخيط هنجي من هنا كده دي الفتحة اللي جوه هندخلو شوية بشوية لو دخلنا من هنا كده الخيط اهو كده من تحت الاول بندخل من اللي من تحت وبعدين من هنا بعد ما دخلنا من تحت هنربط اللي احنا دخلنا كده علشان يمسك بعضه هنربط نربطه كزا ربطة كده علشان ما يتفكش تمام والحطة الاخرانية دي عادي نغسروها معادي لاش لازم تمام بعد كده بقى هندخل الخيط اللي في النص نراحة كده بندخلوه طلعنا من ناحية دي كده وبعدين هندخلوه من ناحية دي تاني برضه وبعد ما طلعنا من هنا هندخلوه برضه من ناحية اخر خطوة اللي هي من فوق خلص دبا ده اللي بيمثل اللي ما ادخر فيه بداف ده اللي بيمثل اللي فوق الفنوس من فوق طبعا بدخل بحتة بحتة هنا كده برضه تمام بعد ما طلعنا كده هنربطوه بقى وبعضه بنو يمسك بعضه لبا احنا كده خلصنا حكاية الخيط تمام بعد ما عملنا الخيط بالشكل ده هنقصه الحتة دي هاش لازمة ده بجا ده بجا الشكل اللي لسه اللي جاب للنهائي الفنوس الخطوة اخر خطوة هنعملوها بقى في حكاية الفنوس اللي هي كل ورقة من دي هنطقوها لجوه بالشكل ده باول باول ولكده ورقة هين خطوة ورقة بورقة اللي بتنفش الفنوس خليه يعني نافش تلك بعد ما خلصت الناحية دي هعمل كل خطوة كل ناحية الوحدة هم اربع نواحي عادة ده بعد ما عملنا الحية اللي فوق للفنوس هم ان شاء الله ظهر عليه ان هو فنوس هو ده من فوق كده ان شاء الله هنعمل برضو اللي تحت اللي فنوس نص وبعدين الاخرانية هنعملوها ونكمل الفيديو ده برضو اللي فنوس هو هندخلوها للتحت كده ان شاء الله يا عبو تبين عليه ان هو سهر فنوس هو يعني ده لسه كده او ده احنا عملنا كده اتنين هنعمل التالتة برضو ورقة بورقة ان شاء الله يا عبو تبين عليه المرحلة التانية هي ده برضو فاضل اولي اربع ورقات هند بنخالص هو فاضل لسه المرحلة التالتة ديت اه فاضل اللي هي اخر ايه دي بقى فاضل اخر حاجة اللي هي دي اللي هي جعدة الفنوس زي ما عملنا في الفوق اللي في النوس هنعملوها ورقة بورقة ان شاء الله يا عبو تبين عليه حاجة اللي هتكلفنا فلوس اجل فنوس بخمسة وعشرين جنيه وده تفرحوا عيالكم حاجة هو فانوس شكله جميل. اهو مش هكلفنا اي حاجة. ما شاء الله. واخيرا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لو انتم لسه ما اشتركتوش فيها. وتشيروا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده ازاي ما احنا شايفين كده يا حلو يا حلو. بس احلى فانوس وزي ما قلنا ان الورق ان افضل نجيبه الورق يكون ايه? يكون ملون علشان يصطلع بالشكل الزاهده. احلى فانوس مع قناة ميسى سرور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.